دكتور خالد بدقيقة لهذه الأسباب لست راضيا عن التيارات المدنية مقدمة تحية طيبة للجمهور الكريم لأستاذ ذو الفقار للجنابك لمشاهدي القناة أمو أنا ما أقدر أجاوبك لأنه أنا مختلف على المفهوم يعني المدنية مو متنظيم حسبي ما كنت أولا مدنية مثل ما دايش شاع روح العلم السياسة واتطلع عليه المدنية شو نقول هاي كل اكتشافات العلمية اللي أنجزت خدمات للمجتمع خدمات للفرد هذا الموبايل مدنية مثل عكس الحضار الحضار هاي متراكم تاريخي على آلاف السنوات فبالتالي أنا ما أقدر أسمي التوجه السياسي مدني لأنه الآن كل أنا مواطن الآن يعيش هو عايش الحياة المدنية على اعتبار يستفاد من التطور الحقيقي بالعالم انعكس عليه بدرجة وبأخرى يعني مفهومك دكتور خالد أنه ليس هناك حاجة لتيار سياسي مدني مدني ما يعني كنا مدنيين نحن عايشين المدنية باعتبار من التطور الحقيقي وبالتالي حتى نبقى بنفس الدقيقة وأكون مع سيد الفقار أن يذهب الآخرون لتأسيس تيارات مدنية هذا قصور في الفهم السياسي أحسنت اختلاف غريب عندنا بالمفاهيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر